نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أخلاقنا والواقع في حلقة اليوم موضوع هام اختصره حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم حينما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة للكلام حول هذا الموضوع ضيفنا الدكتور حسن خطاف دكتورة في العقيدة الإسلامية ونائب عميد كليت الشريعة بحلب سابقا أهلا وسهلا بك دكتور حسن دكتور حسن دعنا نبدأ من مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حقيقة التكافل الاجتماعي في الإسلام له مفهوم واضح وبين وهو أن يشارك أفراد المجتمع في المحافظة على المصالح العامة والخاصة للمجتمع هناك مصالح عامة يعني مثلا الدفاع عن المظلمين مثلا النظافة التعليم يعني الأشياء المشتركة التي تهم المجتمع كاملا وهناك أيضا مصالح خاصة اليوم هناك من يمرض من يتعذب من يفقر من يصاب بعها يحتاج إلى من يقف معه ويسانده فالتكافل هو مشاركة أفراد المجتمع عامة في المحافظة على هذه المصالح العامة والخاصة وحقيقة هو راجع إلى ضعف هذا الإنسان باعتبار أن الإنسان أخي ليس إلها الإنسان يحتاج إلى الآخرين مبني هذا الإنسان على احتياجه للآخرين من هنا يحتاج إلى من يقف معه ويسانده في أوقات الحاجة نعم يعني أحيانا قد يطرح بعض الكتاب مسألة الضمان الاجتماعي وسألة التكافل الاجتماعي الضمان الاجتماعي تقوم به الحكومة يقوم به ولاة الأمر أما التكافل الاجتماعي قد يتعلق بالرعية يعني بالناس فيما بينهم فمسألة التكافل يعني دور الوالي الحاكم القائد الآن خاصة في هذه الأيام المسؤول الآن في هذه الأيام خاصة الوضع البلاد التي قامت فيها الثورات يعني الضمان الاجتماعي دور القائد والمسؤول بالمقابل دور الشعب بينهم أنفسهم لا شك يعني لا نقف عند مفهوم يعني كلمة التضامن وكلمة أخرى حقيقة يعني من الجانب اللغوي التكافل والتضامن والتعاهد وما إلى ذلك هي مصطلحات متقاربة الآن هناك بعض الدول تقوم على مفهوم ما تسمي بالتضامن لكن للأسف هذا المفهوم أحيانا في بعض الدول يكون على حساب الشعب أحيانا وليس على حساب الأمة يعني بمعنى يتم اقتطاع أحيانا أجزاء معينة من الراتب جبرا عنه أحيانا بوسائل غير مشروعة من أجل سد الحاجات الآخرين قصت أمر آخر قصت مسألة الضمان الاجتماعي التي تقوم به بعض الحكومات أو بعض المسؤولين مسألة لنفرض مسألة الطب مسألة الصحة يعني بدون أن يقطعوا أي شيء يقوم بعمل مؤسسات هذا نوع من أنواع التكافل الاجتماعي لكن مسؤول عنه الحكومة بينما الأفراد قد يكون عن طريق الجمعيات الخاصة ومشاكل ذلك هذا الذي قصت الآن يعني هذا المفهوم يعني أغلب الدول ولا سيما حقيقة الدول المتقدمة والمتحضرة تشتغل على هذا الجانب تؤمن للفرد ما يحتاجه فيما لو وقع في حاجة فيما لو وقع في ضرر ولا سيما في الجانب الصحي حتى في الوفاة وما إلى ذلك يمكن أن تقوم به الدولة وهذه هي مسؤولية الحاكم في الأصل يعني الرعية هو للأسف ولا سيما في الكثير من حكوماتنا أن الحاكم يريد أن يأخذ من غير أن يعطي وإن أعطى يعطي من الشعب للشعب يعني نحن ينبغي أن تكون هناك الأموال المرصودة لهذا الجانب بأجل التكافل لكن هذا لا يمنع سيدي لا يمنع هذا أن يكون أفراد المجتمع ربما الدولة لا تقوم بهذا الجانب اليوم جارك قد يحتاج لك في ساعة مثلا معينة اليوم مثلا شخص مات أخي يحتاج لمن نقف معه أن نؤازره هناك أشياء عامة تقوم بها الدولة وهناك أشياء متفرقة يقوم بها المجتمع هذه الاستهلالة وأستطيع أن أطرح سؤال من خلالها هي مسألة واقعية التكافل الاجتماعي ومسألة الكلام النظري خاصة حينما تكلمت عن الحكومات أحيانا تريد أن تأخذ ولا تريد أن تعطي واقعية التكافل الاجتماعي الآن على الأرض كيف ممكن أن نسلط عليها الضوء من حيث الواقع الآن يختلف حقيقة عما أرست الشريعة الإسلامية يعني الشريعة الإسلامية أرست قواعد وقامت بتطبيق هذه القواعد ولسيما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن هناك فرق اليوم بين القواعد التي طبيقت سابقا وبين واقعنا اليوم يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخي ولسيما الحديث الذي أنت ذكرته في بداية الحديث مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم هذا لم يكن نظريا كان واقعيا كان عمليا النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة كثيرة حقيقة لو أخذنا مثالا واحدا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة كانت المؤاخات بين المهاجرين والأنصار هذا الجانب الذي يظهر الشريعة الجانب الاجتماعي الجانب القيمي الجانب الأخلاقي كان هناك تآخي يعني تآخي إلى حد أن عقولنا اليوم قد لا تتصوره تصور مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يؤاخي بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبين سلمان الفارسي وبين سعد بن الربيع بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع يصل الأمر أخي أن يقول عبد الرحمن بن عوف لاحظ أخي يعني أن يقول سعد بن الربيع رضي الله عنه انظر عندي زوجتان إن شئت أن أطلق إحداهما وأبكي الأخرى إن شئت أن أطلق إحداهما وأبكي الأخرى وتكون لك هذه هذا اليوم بالأمس يعني أحد الأخوة الطلاب يقول لي يعني هذا الأمر معقول معقول يصل هذا الأمر أخي وأكثر من هذا نحن اليوم لا نتصور هذا لأننا بعيدون عنه نحن اليوم لأننا بعيدون عن هذا الخلق ونحن لا نقول فقط هذا المثال يعني في نفس الحادثة كانت مسألة قسم الأموال شطرين كانت تأتي كانت المتزوج أكثر من إمرأة كان يطلق من أجل تكافر الاجتماع مع إخواني يعني عفوا ألا من السهولة يعني تصور الشخص المال أن توطيه للآخرين وهذا حقيقة حصل والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قال الأنصار هذه أموالنا يا رسول الله فقط سمها بيننا وبين إخواني للمهاجرين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وقال المهاجرون عندها نحن تكفوننا المؤنى ونشتغل بالأرض يعني بمثل ما يسمى عندنا بالمزارعة لكن أن يتصور الشخص أخي هنا أن يتصور الشخص أن يتنازل عن زوجة من زوجاته هذا المفهوم الآن لبعدنا حقيقة عن التطبيق العملي عن الثمرات الواقعية للشريعة الإسلامية ربما لا نتصور مثل هذا هذا يحتم علينا أن نتعرف على أنواع التكافل الاجتماعي يعني التكافل الاجتماعي ليس فقط له جانب واحد وإنما عدد جانب ممكن أن نقف عند أنواع التكافل الاجتماعي يعني حقيقة باعتبار أن الإنسان أخي محتاج للآخرين أنواع هذه الاحتياجات قد تكون احتياجات ولسيام المجتمع يعني أنا لا أتحدث هنا فقط عن أفراد عن الحاجة لأفراد هناك حاجة قد تمس الأفراد وهناك حاجة قد تمس المجتمعات مجتمع بأكمله إذن يمكن أن نقول هناك تكافل سياسي أخي يمكن أن نكون تكافل فكري يمكن أن يكون عندنا تكافل إغاثي تكافل تعليمي إذن هناك أشكال متعددة تكافل في الدعاء أقل شيء أخي يعني على رأس هذه الأنواع التكافل الفكري وهذا التكافل قد لا يلتفت إليه كثير من الناس طيب نركز الآن قبل أن نخرج إلى فاصل نركز على مسألة التكافل ذكرت التكافل بالدعاء يعني ماذا تقصد أن التكافل بالدعاء أهمية هذه المسألة ربما لا يتصور كثير من الناس خاصة غارقين في الأمور المادية أهمية أن التكافل بالدعاء نركز عليها ثم نخرج إلى فاصل سيدي هذا التكافل اليوم ولا سيم في ثورتنا يعني هناك اليوم من الأشخاص من يقول لك أخي أنا لا أستطيع أن أشارك ببعدني وآخر ربما يتملص ليقول لك أنا فقير وآخر وآخر أقل شيء أخي أن تشارك إخوانك في الدعاء أقل شيء هذا أما اليوم لا نبذل أي شيء حتى الدعاء لا نبذله هذه مشكلة حقيقة نحن أخي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر مهم جدا نتغافل عنه قضية الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر عندما احتاج المسلمون إلى نصر الله سبحانه وتعالى ودائما نحن نحتاج إلى نصر الله ولا سيما في هذه الثورة المباركة يقف داعيا الله سبحانه وتعالى حتى يصل به الأمر يصل بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من كثرة الدعاء أخي يعني أن ينزل أن ينزل عن من كبه صلى الله عليه وسلم رداؤه وهو يدعو وهو يدعو الله ويستغيث الله سبحانه وتعالى فيأتي به أبو بكر رضي الله عنه ويقول إن الله منجز لك وعدك النبي يدعو يا رب إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض اليوم نحن ما أحوجنا إلى هذا أن ننصر إخواننا أخي في سوريا في العراق في الصومال في كل مكان أخي إذن هذا الجانب الجانب يتناسى اليوم لا ينبغي أن نغفل عن هذا الجانب دكتور حسن نذهب إلى فاصل ثم نعود أحباتي المشاهدين فاصل ونواصل أهلا وسهلا بكم مجددا إخوتي المشاهدين في حلقة اليوم التكافل الاجتماعي كنا قد وقفنا قبل الفاصل عند أنواع التكافل الاجتماعي دكتور حسن خطاف وقفنا عند أنواع التكافل تكلمنا عند نوع وهو التكافل بالدعاء حبذا أن نبدأ بمسألة الآن التكافل خاصة في سوريا أقول في سوريا الناس يعانون من مسألة قلة المواد وشح حتى الأطعمة مسألة التكافل الإغاثي نبدأ حقيقة التكافل ها أنواع الدعاء التكافل الإغاثي الآن من ذلك التكافل الفكري كما قلت التكافل الإعلامي التكافل الإغاثي أيضا هذا أخي مرتبط بمدى وجود يعني السيول المالية ولو كانت قليلة عند الناس يعني اليوم إحنا عندنا أنواع شتى للتكافل مثلا اليوم على سبيل المثال نحتاج اليوم يعني ولسيما الشباب الثائر أخي يحتاج من يقدم لهم الأموال من أجل شراء ما يحتاجونه للوقوف ضد أولئك المجرمين أخي أسرهم محتاج اليوم أن التكافل مع أسرهم يعني لا يعقل اليوم يقف في ساحات الجهاد ذلك الأخ الذي يقف في ساحات الجهاد وزوجته وعائلته وأولاده يحتاجون إلى إغاثة منا هذا أمر مهم جدا يعني أولئك الذين ذهبت بيوتاتهم أخي أولئك الذين فقدوا أسرهم فقدوا جزءا من أعضائهم نحتاج لن نقف معهم هذا التكافل حقيقة اليوم كثير من المنظمات تقوم به لكن أحيانا هذه المنظمات لا تكون بريئة في تكافلها ربما تنشر بعض الأفكار أخي ربما هذه الأفكار تتعارض مع معتقداتنا يعني علينا أن نحتاط إلى هذا الجانب يعني الإغاثة التي انتشرت مثلا في أفريقيا سابقا تبين فيما بعد أن التنصير كان وراءها نحن اليوم أيضا ينبغي أن نهتم من جانبين أن نهتم بهذا الجانب أن نساعد الآخرين ولكن أخي علينا أن نقرأ أفكار أولئك لماذا جاءوا نحن لا نريد أن نشكك أناس كثرهم طيبون ولكن يعني لقد تعلمنا سابقا أن نحتاط لعقيدتنا ربما هناك أشياء يعني من أجل الإغاثة من أجل تقديم التعليم حقائب للتعليم سلات غذائية ربما يكون المقصد من وراء ذلك نشر أفكار مخلة بعقيدتنا في هذه الجزئية نريد أن نوجه رسالة في مسألة التكافل الاجتماعي لأولئك سواء المستغيثين وسواء المغيثين رسالة ربما الكثير من وراء الشاشة يقولون لي يعني الآن كثير يوجد كثير من الناس ربما يأخذ حصة وحصة غيره في مسألة المودة والرحمة في مسألة التكافل وأيضا القائمين على هذا الأمر يعني قد يكون كثير من هلأ ممكن بعض المشاهدين أخي مسألة الواسطات ومشاكل ذلك أريد أن نوجه رسالة في هذه المسألة التكافل أخي قبل أن نوجه رسالة هناك اليوم أشخاص أغنياء وأثرياء نعرفهم ويذهبون إلى ماذا أخي يذهبون لأخذ حصص الفقراء يعني يستأجر بيت أخي بألف ليرة تركي مثلا على سبيل المثال وعنده سيارة وكذا 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 ومع ذلك هو مسجل بالجمعيات الإغاثية حقيقة هذه جريمة أخلاقية إذن نحن نريد أن نوجه رسالة أن الله مطلع علينا أخي ونحن في ثورة اليوم هناك حصص للفقراء هناك حصص للمحتاجين لا ينبغي أن يقاسم الغني الفقير فيها إذن هذه ينبغي أن ننتبه إليها وكذلك الذين يقومون بعملية توزيع أن يرى أن يتقوا الله في هذا يعني لا ينبغي أن نقدم زيدا على عمر لأنه محسوبيات وما إلى ذلك عندنا أسماء محتاجين مسجلين نقوم بذلك أما أن نقدم فلان أصلا الثورة ما قامت أخي إلا من أجل القضايا على هذه الواسطات نعم من جملة ما قدمت الثورة قدمت شهداء كثير الآن ربما من أمهات الشهداء وإخوة الشهداء وآباء الشهداء لأن يسمعوننا من أنواع الكفالة كفالة الأيتام الآن كثير من أولاد الشهداء الأيتام الآن ربما لا ينظر إليهم نريد أن نتحدث هنا في مسألة كفالة الأيتام في أنواع التكافل حقيقة عندنا اليتم الموجود في سوريا اليوم أصبح كثير وكلمة اليتيم هي أوسع من أن يكون ابن الشهيد مثلا أو ابن أسره قد استشهد معيلها لكن إن كان ذلك اليتيم محتاج فذلك الذي قدم أبوه تقدم من أجل في سبيل الله من أجل الثورة هو أكثر احتياجا يعني الأطفال اليوم يعني الإغاثة التي نقدمها الإغاثة التعليمية الكفالة أن نعلم هؤلاء أن نقدم لأسر هؤلاء ولسيما الأيتام العشرات اليوم أخي من الصغار يعني يجولون في الشوارع يبحثون أحيانا عن حاجة وأحيانا عن غير حاجة لنكون صريحين يعني لكن الكثرة هم عن حاجة لا يجد من يعيلهم ولسيما أولئك أحيانا يكون قائد قائد فصيل له رمزية له مكانة اجتماعية فقيد هذا استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى تناسى المجتمع زوجته وتناسى أولاده ربما يسكنون في مكانا لا يسكن فيه في العادة إذن نحن نحتاج النبي عليه الصلاة والسلام نذكر بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة وجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين السبابة والوسطى إذن إذا كان اليتيم محتاجا فمن باب أولى ذاك اليتيم الذي تقدم أبوه روحه في سبيل الله من أجلنا ماذا قصدت من أنواع التكافل التكافل العسكري هل قصدت أن حتى مسألة التكافل بين الفصائل أنفسها تقديم يعني السلاح وما يلزمهم هو أبعد من ذلك أيضا هو جزء منه هذا نحن اليوم أخي يعني الثورة من مصائب هذه الثورة هناك شرخ الذي يحصل أحيانا بين فصائل الجيش الحر جزء من هذا التكافل أن نسد هذه الثغرة جزء من هذا التكافل يعني أخي أن نعطي أرقاما حقيقية ودقيقة أنا أعرف بعض الأحيانا تحتاج أنت إلى مساعدة الفصيل يحتاج إلى مساعدة ظنا منه أن الفصيل الثاني يملك مئتي عسكري مثلا أخي يتبين فينا بعد أن بعض هذه الأرقام وهمية التكافل أن نعطي أرقاما حقيقية حتى إذا احتاج أخي لنا يحرف كم شخص يعني يمكن أن ينقذه هذا مهم جدا ليس هذا أخي فقط التكافل العسكري اليوم مطلوب من جميع الدول الإسلامية أن تنقذ السوريين أنا لا أتحدث فقط عن المنطقة عن السوريين فقط لا أخي عن الداخل والخارج أين الدول الإسلامية؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما يوصي عندما يوصي ويجعل من المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص لكن للأسف أقل شيء نحن نريد من الدول الإسلامية أخي نريد من بعضها على الأقل أن تكف شرها عنا إن لم تكن قادرة هذه الدول على تقديم المساعدة للسوريين على الأقل أن تكف شرها عن السوريين في مسألة الإعلام يعني لاحظنا أنه بعض القنوات نعم وبعض الإذاعات والصحف وقفت ولكن البعض الآخر لم يقف هل أيضا نقول لها أين التكافل الاجتماعي حتى أنتم أيها الصحفيون أيها الإعلاميون أيها القائمون على القنوات الفضائية أخي قنواتكم هذه قناة حلب اليوم ما تقوم به وجزء من التكافل التكافل الإعلامي حقيقة هناك قنوات قامت منذ البداية مع هذه الثورة وقدمت من صحفيين وما إلى ذلك نحن نحتاج إلى هذا الجانب هذا جانب مهم يعني اليوم نحن علينا سواء أكان أخي مخرج سينمائي سواء كان فنان سواء أكان شاعر سواء أكان يرسم معاناة السوريين سواء أكان صحفي ولذلك لاحظت سيدي يعني الصحفيون منذ البداية منذ البداية كان النظام يستهدفهم إذن نحن اليوم بحاجة ما سأل أن نفضح هؤلاء إعلاميا حقيقة عندنا تقصير كبير جدا في هذا الجانب لا أنا لا أتحدث فقط أخي عن الجانب ما يتصل بالنظام المجرم القائم لا هناك أيضا تلك الدولة الغالية التي يعني تشكلت هكذا إعلاميا نحتاج أن نفضحهم أن نقول لهؤلاء الغلات أنتم لا تمثلون شرعنا أنتم لا تمثلون ديننا هذا الجانب إعلامي أخي يعني يتواصل بالأمس تواصل معي أخ من بانجلادش لا يعرف ما يحدث في بلادنا يتصور أن هؤلاء الغلات الذين يحتلون بلادنا اليوم يتصور أنهم هم الممثلون للشريعات الإسلامية نحتاج إلى جانب إعلامي أن نفضح هؤلاء أيضا وهذا يعد نوع من أنواع التكافل الاجتماعي أكيد سيدي نعم طيب قبل أن نختم نريد أن نقف في جزئية الترغيب الآن طرحنا هذه الأمور وأنواع التكافل سواء عسكرية سواء في مسألة الدعاء إغاثية إعلامية فكرية نريد الترغيب بما في السنة النبوية الشريفة وفي القرآن الكريم نختم في الترغيب في مسألة التكافل الاجتماعي أخي علينا أن نتذكر أن هذا التكافل يقوم أساسا إما على الجسد أن نقدم أجسادنا وهذا هو التكافل العسكري مثلا أو الميداني أو من خلال ألسنتنا وما منحنا الله مثلا من فصاحة من بيان وهو التكافل مثلا الإعلامي مما أعطانا الله إياه من مال وهو التكافل المالي نقول أخي هذا الجسد وما فيه هو هبة من الله سبحانه وتعالى إلا من نقدم ما وهبنا الله في مثل هذه الظروف متى ربما يسحب الله سبحانه وتعالى هذه الخاصية مننا إذن زكاة ما منحنا الله سبحانه وتعالى أن نقدم ذلك في سبيله أشكرك دكتور حسن خطاف دكتورة في العقيدة الإسلامية عميد كلية الشريعة بحلب سابقا نائب عميد كلية الشريعة في حلب الشهبة سابقا بارك الله فيك وشكرا لهذه الإطلالة شكرا سيدي لا يسعني إلا أن أشكركم إخوتي المشاهدين على أمل اللقاء في الحلقة القادمة إن أحيانا الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة اشتركوا في القناة